هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعة أكثر من مليون ومائة وتسعة وسبعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحصرين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة واربعة وثلاثين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من أربعمائة واثنين وستين ألف شخص